بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستوع في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواكع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فوينه يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مدكئين على سرر مسفوفة وسوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمرهم بما كسب رين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا تأثيم ويتوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربس به غيب الملون قل تربسوا فإني معكم من المتربسين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم خوضا طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مصخنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يكونوا سحاب مرقون أذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبل لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم